لم يسمح لهادي بمتابعة دراسة المرحلة الابتدائية في مدينته مشهد نتيجة إصابته بمرض الفراشة أو ما يعرف طبيا باسم حلال البشرة الفقاعي أتى هذا الشاب قبل سنوات إلى طهران بحثا عن فضاء أكثر فتحا لم تمنعه الإصابة من متابعة تخصصه في الحقوق أثر مرض الفراشة على نموه فبدأ أصغر عمرا بشكل عام فإن الأدوية التي تساعد مرض الفراشة على التحسن بشكل جيد غير موجودة لدينا وكل الأدوية التي نتعامل معها وظيفتها تسكين الآلام التي نشعر بها فقط يتجاوز عدد مرض الفراشة في إيران الألف حالة معظمها ناتج عن زواج الأقارب وخاصة في المحافظات النائية إن حلال البشرة الفقاعي هو تقشر ظاهر يصيب طبقة الجلد الخارجية لدى الأطفال وينشأ نتيجة خلل في بعض الجينات الموارثة ولكن للتفاعلات السياسية دورها أيضا فضريبة صراعات المنابر السياسية يدفعها المرضى يتهم الإيرانيون الولايات المتحدة الأمريكية بتطبيق عقوبات على القطاع الطبي هنا في إحدى المحاكم تجري جلسة استماع علنية لشكوى تقدمت بها الجمعية الإيرانية للمصابين بمرض الفراشة في العلاقات الدولية وعند صدور حكم ما يجب أن يكون مستندا إلى القوانين والحقوق الدولية المتعارف عليها وعندما يكون الموضوع إنسانيا كهذه القضية التي لدينا أعتقد أنه يجب تنفيذ الأحكام بسرعة أكبر الأدوية المصنعة محليا قد لا تناسب جميع المرضى بحسب المعلومات ويجب تأمين كميات معينة من الأدوية من الخارج واقع أفرضته العقوبات واستحديثا عن فقدان حمولة تزين ستة أطنان من اللساقات الطبية المهدات من قبل منظمة اليونسيف لإيران لا يوجد علاج شاف لمرض الفراشة أو ما يعرفه من حلال البشرة الفقاعي بعض الحلول المؤقتة تكمن في توفير هذه اللساقات الطبية قد لا يهتم الإيرانيون باسم البلد المصنعي الموجود عليها قدر اهتمامهم بحماية أبنائهم مما هو أسوأ وسامة دياب العربي طهراء